شيخي أنا سويت عملية الله يشفيك من شهر وعمل لي الدكتور قطب هاي القطب العادية أنا بعد ما صحيت من العمليات فاجأت إنه القطب هاي تموت مع اللحم وتصنع هيدخل بها الخنزير فبقنا وروح الدكتور أخلي يشلع اللحم كله تبع المنطقة أو إيش أعمل يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله فلا بأس طهور إن شاء الله عليك هذا أولا أما بالنسبة للموضوع الثاني الخيوط المصنوعة من أمعاء الخنزير فأنت ما كنت تعرف قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الإثم عليهم أنت ما عليك شيء ففي هذه المسألة أنصعك لوجه لا اتركه لأنه قد يسبب لك ضرر والإثم عليهم أنت ما عليك إثم قال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال الله وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج قال الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى فأنت ما عليك التثريب ولا إثم لأنك ما كنت تعلم والله أعلم نعم راح أعمل مثل ما تقول ويعطيك ألف عافية وراء نسبب مثل وراء